سار خط الأزمة بين كردستان العراق وحكومة العبادي بمسار برغماتي طوال الفترة الماضية فأخذ تصعيدا حينا وكلاما لينا حينا آخر وبين مجمل ما حصل يخلص القارئ للأزمة أن بعد سيطرة حكومة العبادي على كاركوك باتت تتبع أسلوب التضييق والحصار أملا بأن تصل مبتغاها عبر زيادة الضغط والحصار الذي ألقى بظلاله على أحوال الناس فخرج المتظاهرون في أحداث السليمانية المعروفة ثم تخطت الأزمة بعض الحواجز فزار وفد هنا واتصل مسؤول هناك حتى بدى المشهد وكأن الساسة في بغداد يحاولون استمالة طرف دون آخر من الأطراف الكردية وهما ترجمته النائبة أشواق الجاف بقولها أن المالكي والأعبادي يتنافسان على كسب القوى الكردية قبل الانتخابات وحسم أخرى كدعاية انتخابية لطرف ما هي ذاتها باتت تلح على الأعبادي لحسم ملف الأزمة مع أربيل فخرج مستشاره أحسان الشمري مكررا لشروط الثلاثة عشر الواجب على سلطات كردستان تنفيذها لكن هذه المرة بتهديد باللجوء إلى القوة إذا اقتضى الأمر ذلك تلويح بالقوة هو في الحقيقة تذكير بما جرى في يوم السادس عشر من تشرين الأول الماضي بعد أن دخلت القوات الحكومية مصحوبة بميليشيا الحشد مدينة كاركوك وبعض الأقضية والنواحي ضمن ما سميت حينها عملية فرض القانون وباسم القانون أيضا قال شمري أن رئيس الحكومة قد يلجأ إلى خيارات عدة منها التفاوض مع بذال طلباني وفرض سلطة القانون بالقوة بحسب ما نقلت عنه مصادر صحفية ترجمة نانسي قنقر